موسيقى موسيقى اسمي تشاني مو في الحادية عشر من عمري تعلقت بالكونفو في السن السادسة رغم أن البعض يرى أن الفتاة التي تمارس الكونفو غير لطيفة موسيقى مرحبا بكم اسمي قوري أمارس الكونفو اسمي جانجالين عمري 11 سنة عندما أمارس الوشو أشعر كأنني بطل في رواية اسمي شنونخوي فيكم المعلماني هوانغوان بتعريمنا الدفع لدي تنشي دفع الأيدي هو نوع من الوشو الصيني التقليدي موسيقى لممارسة دفع الأيدي طوال كبير في غرس شجاعة لدى الطفل ومعجات التقليدي بكل جرعة سنصبح عكوياء جدا بعد إتقان ممارسة الدفع الأيدي موسيقى موسيقى اتفاعل يدى بالدائرة الرأسية هكذا وردع أخرى حسنا حسنا وردع أليدي بالدائرة الرأسية وموسيقى وبعد ذلك أمسك خواره بيدي وغيرا أطع بعيدا موسيقى حسنا هكذا هكذا كتائب واحد اثنان كتائب كتائب واحد اثنان اليوم نتعلم حركة تتاويدي على شكل رقم ثمانية خلال هذه الحركة يقوم المتدرب برسم شكل ثمانية بالانجليزية هكذا حرك بطن الكأف لأسفل ثم لأعلى وحافظ على توازن الجسم أثناء تحريك اليد لنتدرب على هذه الحركة معا استدير افتح القدم اليسرى إلى الخارج ارفع اليدين واثني ركبتيك لنتقدم خطوة بهذا الشكل حرك الكأف لأسفل وقلبها وحركها لأعلى ثم ارجعها لرسم شكل ثمانية هكذا حسناً مرة أخرى بعد ذلك تقدم خطوة وكررها باليد الأخرى حرك الكأف لأسفل وقلبها مرة أخرى لرسم رقم ثمانية اليدين اليمنى واليسرى بعد ذلك ارجع اليدا حسناً استدر لنكررها افتح القدم اليسرى إلى الخارج ارفع اليدين واثني ركبتيك تقدم خطوة وبعدها قم بتحريك الكأف لأسفل ثم اقلبها هكذا ارجعها حرك الكأف الأسفل مرة ثانية كررها باليد الأخرى حسناً الكأف الأسفل نرسم رقم ثمانية حسناً ارجع قدمك إلى وضع الاستادات أيها المتدربون تعلمنا دفع اليدها على شكل رقم ثمانية والآن نقوم بالتدرب عليها في أزواج مع المعلم هو استدير افتح القدمين ارفع اليدين واخفضهما مع ثمي الركبتين حسناً وضع الاستعداد حرك الكفة لأسفل وقلبها لرسم شكل رقم ثمانية هكذا حسناً مرة مرة ثانية وثالثة بعد ذلك تقدم خطوة كرر الحركة باليد اليسرى حرك الكفة لأسفل وقلبها لرسم رقم ثمانية حسناً قف هنا ارجع يدك تقدم خطوة للأمام تداخل الأيدي حرك الكفة لأسفل ثم ارجع إلى الكتف هذه الحركة تهدف إلى تبديد قوة الخصمة علينا أن ننتبه لذلك تقدم خطوة وكرر الحركة حسناً استمر يجب عليك أداء الحركة بشكل سلس ومرن عندما يضرب الخصم قم بتبديد قوته حسناً ارجع إلى وضع الاستعداد تقدم خطوة حركة دفال يدي على شكل ثمانية إلى تبديد القوة الخصمة وتستخدم كثيراً مع الحركات الأخرى لتفادي الهجمات مراتيني 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 ترجمة نانسي قنقر لنتعلم معاً كيف نستخدم حركة دفع اليد على شكل رقم ثمانية حسناً تدقل يدي نستخدم على شكل ثمانية لتفادي هجوم الخصمة مثلاً بعد دفع اليد بالدائرة الأفقية وقيام الخصم بدفع صدرك فإذا عجزت على التخلص منه اخفض القوع واضغط على يده لأسفل وفي الوقت نفسه يدفع بعيداً حسناً مرة الأخرى عندما يدفع فالخص تطوعك ثم ادفع حسناً تداخل يدي ابدأ أنت بالهجوم تفع اليد بالدائرة الأفقية ادفع أثناء عملية التدريب علينا أن نستجمع القوة عند الدفع نتمرن على دفع الأيدي مع المتدربين وللي فإن حركات دفع الأيدي بسيطة وهي أكثر سلامة مقارنة مع الأنواع الأخرى كما علمتكم عندما يدفعك الخصم بقوة في صدرك ولم يعد بإمكانك أن تتخلص منه فما عليك سوى أن تخفض قوعك لأسفل لتغيير اتجاه قوته ثم تحاول أن تدفع بعيداً باستخدام حركة الدائرة الرأسية حسناً السدير تداخل يدي الدائرة الأفقية عندما يدفع بالقصم صده بالدفع على شكل ثمانية ثم يدفعه بالدائرة الرأسية حسناً تداخل يدي مرة أخرى حسناً الدائرة الأفقية عندما يدفعه بالقصم استخدم الدفع على شكل ثمانية تداخل يدي بركة الدفع ليست فعالة الآن شاء دور المتدرب الآخر ابدأ حسناً مرة أخرى ابدأ تداخل يدي على شكل ثمانية ادفعه مرة أخرى موسيقى لممارسة دفع الأيدي دور كبير في تحسين اللياقة البدنية ونشجع الأطفال على مواصلة التدريبات لإكسابهم الشجاعة ومع مرور الوقت يتعود الطفل على مواجهة الصعوبات بكل شجاعة وذلك بفضل دفع الأيدي حسناً لنتعلم الآن حركة الإمساك والدفع مع الانسحاب خطوة تتألف هذه الحركة من الإمساك والدفع على هذا النحو وندفع بقوة باستخدام باطن الكف ندفع للأمام هكذا ندفع بقوة للأمام حسناً لنتعلمها نفتح القدمين ترفع اليدين واخفضهما مع ثاني الركبتين تقدم خطوة واحد اثنان استدر واحد اثنان حسناً واحد اثنان أدر جسمك قليلاً صحيح حسناً حرك اليدين وتراجع خطوة واحد اثنان ثلاثة أيها المتدربون قد تعلمنا حركة الإمساك والدفع مع الانسحاب خطوة مع المدرب خوان والآن نمارسها في أزواج استديرة تدخل الأيدي بعد التدخل رد ذراع الخصم اليمنى بيديك اليسرى وامسك بيديك اليمنى إبطه حرك يد الخصم اليمنى إلى اليمين وادفعه بعيداً حسناً تقدم خطوة استمر رد امسك ادفعه بعيداً أثناء التدريب على حركة الإمساك والدفع قم بتفادي الدفع الخصم وتغيير اتجاه وجومه ثم امسك إبطى الخصم مع التراجع خطوة واسحبه للخلف وادفع الضحر واحد ثاني واحد ثاني موسيقى الإمساك والدفع مع التراجع الخطوة واحدة من إحدى حركات القتال الفعلي موسيقى 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 أأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا بحركات الدفع الأيدي التي قدمها المدربين أخوان ووان المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة